اشتركوا في القناة 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 ايمان نجمي الأم الشابة والشخصية الرئيسية القسمة لهذه اللي لغاد تكون هي المنطلق اللول القضية اللي غاد نشارك معكم أخوتي العزاز هاد سيدة اللي من مواليد سنة 1995 واللي تزادت وكبرات في كان في العائلة ديالها بين والديها وخوتها في مدين تيفلت ايمان خوتي اللي عاشت وسط هاد الأسرة البسيطة عيشة عادية وكبرات بطبيعة الحال في وسط كتحكم فيه التقاليد والعادات المغربية بحالها بحال جميع الوليدات في أغلب الأسر المغربية عائلة ايمان كانوا واحد الأسرة كيف قلت لكم بسيطة ما عندهم شو ما خاصهمش وحتهما كانوا كيكافحوا باش يربيوا ولداتهم أحسن تربيه وما يخليهم شو محتاجي لاحتشي حاجة المهم خوتي ايمان دوزات طفولة عادية وكانت بنية ما شاء الله زوينة وربع طاعة حقها من الجمال ومن اللي كبرات وبالضبط في سل المراهقة السيدة ولات ما شاء الله عاطية العين واللي شافها كتجبوكين باهر بالجمال ديالها وبطابعة الحال حتى الخلق ديالها وهدشي غد يخلي معظم الشباب في وقتها يحاولوا يتقربوا منها بل أكتر من هدشي بدأوا الخطاب كيدقوا في باب دارهم مرارا وتكرارا غير هو في أغلبية الأحيان فوالدها كانوا كيرفضوا هد الخطاب بحجة أن الدرية باقة صغيرة وما زال باقة باقة قرار دارت لي يام خوتي العزاز وإيمان نتجات كتاره في يوم من الأيام فالقدر كان كتب عليها أنها تدخل قفص ذهبي وبين يوموا للاستدات عينها وحلاتهم والقاطرة سهم زوجة بحد السيد غد يعطيه على سبيل الاستعارة الاسم ديالعثمان عثمان خوتي كان واحد الراجل اللي مسك عليه الله وأموره المادية ميسرة إنسان خدام زيان وقدر يتحمل مسؤوليته ويفتح بيته ويكون أسرة جلدر إيمان وطلب يدها وقال دارهم باللي هو غادي تهلا فيها وما يخليها محتاجة لحتاش حاجة غادي يكري لها دارها بوحدها ويفرشها لها أحسن فراش الأب والأم ديالإيمان ما كان قدامهم كتغير أنهم يقبلوا بهد السيد اللي فعلا وفا بالكلمة دياله كان قد الهضرة دياله تافقوا على الصداق وعلى جميع ترتيبات عقل القيران وبعد مدق سيرا داروا العرس وإيمان تقلعت مع رجلها عثمان لسكنتها جديدة والأمور كانت بخار على خلق إيمان عاشت مع رجلها خوتي في أحسن الأحوال وكانوا سعداء عيشين بزيان وراجلها مهلي فيها وما حارمها من حتى شي حاجة لدرجة أن صحاباتها وبنت عائلتها والناس اللي في المحيط ديالها كانوا كاملين كيغيروا منها وكيشكروا في زواجها وفي رجلها عثمان اللي صدقوا للناس وكان كيعملها معاملة جد طيبة واللي بغاتها كان كيحضرها لها دارت اليام والسنوات أخوتي وهنا إيمان ورجلها ربي غا ديرزقهم بجوجب نيتات كانت إيمان حريصة على أنها تربيهم أحسن تربيع وككل أسرة مغربية فعثمان كان كيخدموا بدمار يوميا باشيوفر الوليدات والزوجة دياله جميع احتياجات ديالهم أما إيمان فكانت بحال أي أم مغربية مقابلة دارها وبنيتها ومهلية فرجلها وقايمة بشغل الدار على أكمل وجهه الحياة في دار إيمان وعتمان كانت كلها سعادة وفرحة ونشاط وبطبيعة الحال كتجيشي أوقات كيكونوا فيها مشاكل بسيطة اللي كيتحلوا مع الوقت كانوا عايشين بما يرضي الله وعتمان كان واحد الشخص اللي ني يوم زيان مع الناس كاملين وحتى مع أصحابه غير هو وعتمان أخوتي كانت فيه واحد القضية اللي مشي عادية أو بمعنى أصح بزاف منكم ما غاديش يعتبروها عادية بالمرة وهذا القضية غدا تكون هي السبب الرئيسي في الأحداث المؤلمة والبشعة اللي غادة توقع الإيمان النجمي في القادم من الأيام عثمان أخوتي كان دائما حريص على أنه يدير عراضات لصحابه عنده في الدار وبالخصوص صحابه اللي كانوا مقربين منه وأنا بصراحة ما عرفتش علاش واش هاد سيد زع ما كان كي دير هاد شي حيث كان طيب بزاف أو نية أو حيث كان كي بغيبيه لصحابه الكرم والسخاوة دياله أو يمكن كان طيب بزاف لدرجة السداجة المهم عثمان كان كي عرض على صحابه الذهر تقريبا من النهار تزوج فيه بإيمان وكان كل مرة يجيب معاه واحد منهم يا إما الإغداء أو العشاء وطبعا إيمان هي اللي كانت كتوجد لماكلة وكتتسخر عليهم وهو بطبيعة الحال ما كانش عنده مشكيل أنه مرته تتسخر عليهم وتقلس معهم وتحط لهم الماكلة مع الوقت عثمان غدي تعرف على واحد سيد اسميته محمد كان خدام في العسكر صاح معاه ولا كيتلقى معاه ديمة وما كيتفارقوش وبطبيعة الحال فأثمان ما غديش يفوت الفرصة كيف عادته بشي بداي عرض عليها حتى الضارو محمد بالفعل مشا عند أثمان للدار دخلوا وقلس معاه وعثمان عرفوا بمرتق إيمان وهنا فمحمد ما شف إيمان والزيل اللي عاطيها الله فهو في البلاسة دارها بين عينيها ومع تهوالي الأيام والعراضات دي العثمان لمحمد اللي غادة تكتر فمحمد كان كيستغل أي فرصة بشي دوي مع إيمان وديما فيما كيكونوا قال سينكي حاول يبين لها على أنه إنسان عنده شخصية رجولية ومتميز وديما كيدير الخير في كل مرة كان كييجي مع أثمان للدار فهو كان كييتودد الإيمان بطرق غير مباشرة والسيد ولف ورجليه خدات على العراضات عن صاحب أثمان إيمان لاحظات باللي محمد فيما كييجي مع رجلها فهو كيدير مستحيل بشي لمح لها أنها عجباها وباليها باللي السيد نواياه كانت ماشي هي هديك وعليها فهي في الأول كانت كتجاهل وكتحاول تقنع راسها باللي لك شي غير وهم وماشي حقيقة إيمان ما تسوقاتش لمحمد صاحب رجلها مرارا وتكرارا ولكن هاد الأخير ما كانش كيف اللي تحتشي فرصة بشي وصل لها الميصاج دي لأنه معجب بها بزاف لدرجة أنه كان كي تسنى غير مضعتمان من حداها وخا غير يمشي حاشكم للطوالات يغسلي ديها فهو كان كيهضر مع إيمان وكيقول لي ها انتي رك غير مضيع راسك معه تسيد رهو الله ما يستاهلك انتي رك تستاهلي ما حسن منه عتمان والله ما عارف قيمتك انتي خاصك شراج البحالي أنا اللي عاملك معاملة دي الأميرات ويتهل في كتر من ها بقى انتي راه ما خاصكش نهائيا تضرب تامارا والدخل للكوزينة وتشقاهي انتي خاصك اللي يخدم عليك إيمان ويجيب لك اللي بغيت احتل عندك محمد على الرغم من أن إيمان ما كانتش كدها فيه وفي الهضرة دياله وما قدراتش تقول لراجل عوثمان حتى شي حاجة إلا أنه ما تبقفش على المحاولات دياله بل والأكتر من هادش فهو مش بعيد ولا فكل مرة كيجيب لها في القضوات والهدايا بالتخبية مرة سنسلة ديالدهب ومرة خاتم ديالدهب ومر براسلي ديالدهب وكيعطيهم لها مع كلمات كتير من الغزل والكلام المعسول وصي عوثمان رجلها كان ناعس في طارق فلون إيمان خوتي مقدراتش تقاوم الإغراءات ديال محمد وكلامه المعسول اللي ديما كان كيستغل كل فرصة كاتاح ليه باش يقولوا لها محمد خوتي كان مسرع لأنه يدمر الأسرة ديالإيمان وديالصاحبه اللي دار فيه اتقاء ودخلوا لداره وبالفعل إيمان طاحت في الشباك ديال محمد والعلاقة بينها وبين محمد قواته كبراته ولا تكتبغيه مع العلم أنها لا هي ولا محمد كانوا عارفين بللي هاد العلاقة اللي بناتهم في عرف القانون فهي قد تعتبر خيانة زوجي على أين استمرت الأحوال على ما هي عليه حتى النهار اللي محمد صافي تأكد بللي إيمان ولا ديال وكتبغيه وهنا غادي يطلب منها بكل جرأة وقاحة أنها تطلق من رجلها عثمان بدهت السيد كي يوهمها بالحياة السعيدة اللي غدا تعيش معاه هي وبناتها وكان معيشها في الأوهام والأحلام قل لها بللي غادي يعيشها في دارها بحل مليكة وغادي ترتاح معاه كتار من عثمان رجلها حيث هو كي يبغيها كتار من نوم عمرو يخليها بدرب تامار أفدارها وباللي كل شي غادي يكون موفر لها هي وبناتها وللأسف إيمان قتانعات وجنهار اللي وجهت في عثمان رجلها وطلبات منه طبيعا الحال عثمان غادي تصدم وقال مع رأسه يمكن غيسها بو غدا تدوز وإيمان ره غدا تتراجع للقرار ديالها ولكن إيمان كانت مسرة حاول معاها مرارا وتكرارا باش على الأقل تقول لي غي السباب اللي خلاها تطلب منه هالطلاب ولكن هي كانت كترفض تماما تجاوبه وكتقول لي بللي هي ما وقعتش مرتاحة معاه نهائيا وبللي اطلاقه هو الحاجة الوحيدة اللي غدا تخليها تكون مرتاحة عثمان شافتها يوحاول معاها آلاف المرات ولكن سيدة والو رأسها كان قاسح ومصمع الطلاق وعليه حيث عثمان ربما كان ولد الناس ويمكن كرامته ما سمحاتش ليها فهو بالفعل غادي يطلقها طلاق اتفاقي وعطاها جميع المستحقات ديالها وكل واحد فيهم شد طريقه بوحده غير هو عثمان وخاكك بقى مرمرة كيجي يشوف بنيته بل وكتر من هدش فهو بقديمة كيصرف عليهم بالشهادة دي الولدين دي الإيمان ليأكدوا على أنه كان ولد الناس والله يعمرها ضار وكان حريص على أنه يؤدي واجبات لأبوه مع ابنه استمرات الأيام والشغور واستمرات أخوتي العلاقة ما بين إيمان ومحمد حتج النهار اللي إيمان كملت في عدة طلاق ديالها وهنا بدت كالطالب محمد باش يجي يخطبها من دارهم ويدير مع عقد القراءة اللي وعدها بيها ومحمد بالفعل وافق وأكد لها بأنه غادي يوفي بالوعد دياله غير هو كان عنده شرط بسيط ما غادي يكون عنده حتى شي تأثير على العلاقة ديالهم محمد غادي يقول إيمان باللي هو باغي يدير العرس في أقرب وقت ويعلنه هووية على زواجهم في اللول ومن بعدها عادي يكتبوه هووية عقد الزواج عند العدول إيمان رفضات في اللول ولكن بعد العديد من المحاولات فمحمد وللأسف قدر أنه يقنعها وافقات على الشرط دياله وعليه فهم داروا عرص بسيط بيناتهم عرضوا فيه للناس المقربين منهم والعائلة والأمور كل هدى ستبخير وعلى خير وغير سل العرس ديالهم فإيمان غدا تهز ولداتها وغدا تجمع حويجها وغدا تمشي تعيش مع محمد في دارها الجديدة اللي كان كراها على قبلها من قبل إيمان من اللي مشات لدارها أخوتي في اللول كانت فرحانة وعجبها الحال ولكن الأيام طوالة ومحمد ما زال منفد الوعد دياله باش يكتب كتابه عليها دا السيمانة كاملة والسيد ما جبدش لها حصلها درا نهائيا على العقد ديالزواج إيمان صبرها تحتعيت وهنا غادي تبدأ تطلب منه باش يمشي وعند العدول ويديروا القانون ويكتبوا كتابهم كيف مكان موعدها ولكن محمد غادي بدا يتغرب منها وكل النهار كي يجبدلها عضر في شكل محمد حسس إيمان باللي عنده شي حاجة آنورمال ومشي هي هديك وباللي السيد ما نويش يكتب عليها وعينيه كانت في شي حاجة قرى من غير زواج وعليها فهي واجهة للمرة الأخيرة وتعصبات عليهم زيان وهداته باللي هي غدا ترجع لدارهم إلى منفد الوعد دياله ومحمد هنا تزير وتلف وما بقى عارف ما يدير الحل الوحيد بالنسبة له اللي كان هو أنه يعترف بالحقيقة الصادمة اللي كان مخبيها عليها محمد خوتي غادي يعترف الإيمان باللي هو مزوج بمراقرة والصدمة هو أنه كانوا عنده معها تلتة ديال لولدات قال لها باللي السبب اللي ما خلاهش يدير مع عقد الزواج هو أن مرتولولا رفضات أنها تعطيه الموافقة قال لها كذلك باللي هو كيبغيها وما قادرش على فراقها وواعدها من اللي هو غادي يبقى يحاول مع مرتو حتى توافق ليها ولكم خوتي أن تتخيلوا الحالة المزرية والصدمة اللي كانت فيهم إيمان وكان هذا آخر سيناريو كانت كتتوقع في حياتها ويلي كيفاش مشات مع هاد السيد في الخرافات دياله وكيفاش ما عقدش به ومشكاتش فيه نهائيا واحتل هاد درجة عملها عينيها إيمان فاقت من القلبة ولكن مع الأسف فاقت مع طلاق فاقت أخوتي بعض ما كانت مزوجة وعيشة هانية مع عثمان اللي كان موفر لها حتى هو كل شي وما كان مخصصها من حتى شي حاجة فاقت بعد ما ضمرت حياتها ومستقبالها وحتى مستقبل بنياتها والأسرة ديالها ودابش نوع عند المية ما يدير قدام غساله إيمان بالرغم من هاد الفاجعة اللي وقعت لها فهي بقى تعيشة في الحرام مع محمد على أمل أنه يصحح لغلط دياله ومحمد بقى ديما كيخلق لها في الأعضار ومع الوقت بدأوا المشاكل وصداع بيناتهم كيكبرو واستمر هاد شي مدة طويلة ديما بدأ بزين على عقد الزواج احتجى النهار لمحمد فيه غدي بدأ يقنع في إيمان على أنهم يديروا بيناتهم عقد زواج عرفي بحل المصريين لما يلقى الحل وإيمان وافقات على الرغم من أنها عارفة بللي هاد الزواج أصلا ما كانش عندنا احنا في المغرب والمذهب المالكي اللي احنا متبعينه هنا فهو كيحرم هاد النوع من الزيجات وعقد القيران شرع أخوتي العزاز كيف ما كتعرفوا عدنا في بلادنا فرع عنده ضوابيط وقوانين حسب المشرع المغربي محمد وإيمان غدي يكتبوا ورقة بيناتهم على أساس مجوجين وإيمان بهاد الورقة كانت كتتعتقد على أنها على الأقل تمسكات بخيط من الأمل اللي غدي يهدأها نفسيا ولكن مع ذلك بقد كتطالب محمد باش يلقى الحل مع مرتو توافق ليه على زواجهم ومحمد ما كانش مصوق لهاد الشي كامل وبحل إيمان كانت كتخويل مع الرهن إيمان حسب الاعتقاد ديالها ضحات مع محمد وخرجات على حياتها معاه ولكن هو ما دار والو علاق بالها هاد السيد كان بغي درب عصفورين بحجرة وحدة ما هو بغي تخلى على إيمان ما هو بغي يضحي احتهو معها ويطلق مرتو اللولة أو يدير معها شي حل بشير تابط بإيمان بشكل شرعي سيد ما كانش متقبل فكرة أن إيمان ما تكونش ليه لدرجة أنه إلا دائما لاصق فيها وفين ما مشات كيمشي معها ولا كيعرف عليها أدق التفاصيل ديالها احتمل بطاقة البنكية ديالها وبحكم أنها كانت تكتري الفلوس في القيش بكل عفوية قدامه فهو بقى حاضيها احتحفظ الكود السري ديال ديك البطاقة وعليها فهو بلا كل نهار كيهزها ليه وكيمشي تيري منها الفلوس اللي بغى وبلا ما تحس به إيمان ولكن غدي جي النهار اللي قلبات فيه إيمان على البطاقة البنكية ديالها وما لقعتهاش ومن اللي مشات البنكة وسولات غدا تكتشف بليش حد تسحب لها من البطاقة ديالها مبلغ ديال 13 ألف درهم وهنا مباشرة غدي يطيح لها في بالها محمد حيث هو الوحيد اللي عارف الكود السري ديال البطاقة وعارف احتفين كتحطها إيمان تسنات محمد احتجه وغير واجهته بالحقيقة وهو ينضبنتهم صدع كبير كانت نهاية دياله هي أن محمد ما كان عنده احتشي خيار آخر من غير أنه يعترف لها بالحقيقة وفعلا دك الشي اللي كان وباشي حل مع إيمان الموضوع فهو قال لها بلي هو كان واقف علي دك فلوس وبلي كان ويرجعهم لها بلا متسق هي الخبار ولكن دبفش عرفات فهو غادي يكتب لها الشيك بنفس المبلغ وعطاه لها لما يوجد لها فلوسها وتردوا ليه إيمان وافقات بالفعل محمد اعطى الإيمان الشيك وخرجه هو من الضارجلس في القهوة ولكن سيد غيب وحده بدك يفكر في القضية وحس برأسه بحل تشمت وهنتنا دمعه الحال ناض من القهوة ومشارقها شراب وارجع بالليل سكرال للدار وغير دخله هو يمشي مباشرة عند إيمان ونوض معها مداب زخيبة باشي ياخد لها الشيك دياله ولكن إيمان رفضات تماما تعطيه ليه والسيد بدك يغوة وصعار مزيان وبدك يدق دق في اللي يجا قدامه ما خلحت شي حاجة صحيحة لما عندي الزاج كلهم تهرسوا وأي حاجة في طريقه كان كيشتتها الدنيا تقربلات عند إيمان في الدار والبنيات ديال إيمان مساكن كانوا مخلوعين وكيبكي هو والحالة كان جيد متوترة لدرجة أن محمد ما أقلش على راسه وجاء عند إيمان وبغي يضربها ولكن إيمان ما سكتتش ليه بلا ما تشعره ذات واحد جاجة من الأرض وطعته بيها مباشرة لصدر دياله محمد هنا مع الشراب الدوخة طاح في الأرض وبقى من شور في الدار إيمان من اللي طاح محمد أخوتي غادت تستاغل للفرصة وجمعات حويجها وحويج بناتها بالزربة واحتل متعلقات الشخصية ديالها وخرجات كجريهية وبناتها ورجعت لدارهم دخلاته هي في حالة جد مزرية له هي ولا بناتها كيبكيهم مخلوعين وعاودات الوالدها على الكارتة اللي وقعت لها مع محمد العسكري إيمان أخوتي هاد المرة كانت مسمى على الفراغ وما بقعت بغى ترجع تعيش مع محمد هي أصلا عيشة معها غير في الحرام وما بيناتهم لو رقالها جوج فعلاش غدا تبقى معدي على راسة معها هاد السيد اللي خرج عليها وعلى حياتها هي وبناتها على أي حال محمد أخوتي بقى في الدار وغير فاق من القلبة وصحة من الشراب وشاف راسه مضروب في صدر وخدر بكانت سطحية وخفيفة فهو غادي توجه مباشرة للكوميسارية وغادي ديكلاري بإيمان وبالفعل بوليس جابوا إيمان وخدوا الأقوال ديالهم جوج وهناك تشفوا بأنهم عيشين مع وعضياتهم في الحرام بلا ورقى بلا جوج وفي البلاسة غادي وجهوا لهم التهمة ديال الفساد بالإضافة لتهمة الخيانة الزوجية بالنسبة لمحمد محمد العسكري اللي كان عنده الزهر وجادة الزوجة ديالوت نازلت ليها وتم إطلاق الصراح دياله وخرج أما إيمان فهذا الدوزة عشرين يوم في الحبس حتى قدروا واليدها يجمعوا لها مبلغ الكفالة اللي حكمت عليها بها المحكمة نظرة للكوميس ما شدوش إيمان ومحمد في حالة تلبس وعليه فهي غادة تقدر تخرج من الحبس إيمان خوتي من اللي غادرت أسوار السجن كانت كتحس بوحد الحالة كبيرة من الندم والغبن ندمات خوتي على النهار اللي عرفات فيه العسكري وندمات على النهار اللي فكرات فيه التبع في أفكاره المخربة إيمان حقدات لدرجة كبيرة بزاف على هاد السيد اللي دخل لها الحياة وخربقها لها وقضى لها على جميع الأمال اللي كانت كتحلم بهم في حياتها وما كانتش عارفة بلي مستقبل الأيام اللي جاي مخبي لها الأسوأ والأبشع بوحد شكل اللي كان كي فوق التخيلات لديالها ولا ديال عائلتها مستقبل جد مؤلم جد بشع محمد عيام يحاول أنه يتصل بإيمان في تليفونها ولكن هي ما كانتش كتجاوبه ما خل ما دار بش يهضر معها وفي كل مرة كان كيدخول عندها بالنمر الجديد للواتساب ولكن هي كانت دائما كتبلوقيه قرار الفراق بالنسبة لها كان لا رجعته فيه محمد ما غاديش يستسلم وغادي بقى متشبت بإيمان لدرجة أنه تصل بالأخت ديالها وبقاك يطلب ويزاوق فيها باش تعطيه يهضر مع إيمان في الواتساب وبالفعل ذاك الشي اللي كانوا إيمان ووافقات وهضرات معاها وطلب منها أنها تسمح ليه بقاك يرغب فيها ويبكي عليها باش ترجع معاها قل لها بأن وشرالها سنسلا ديال دهب ساوية عشر الاف درهم وخدالها بزاف ديالبيجامات والحويج والكضوات الغاليين وواعدها باللي غادي عوضها على كل ما فات وعقد الزواج احته وره دهب مستعد يدير معاها وفي أقرب وقت ممكن محمد العسكري في ذاك الاتصال الخوتي خدم جميع المفردات اللي كيعرف الترغيب والإغواء وتمكن بالفعل من أنه يرجع التقى وللأسف الإيمان إيمان اللي وافقات على أنها الطاقة مع محمد واستعدات مزيان اليوم اللقاء نهار سبع وعشرين من شهر تسعود سنة الفين وثلاثة وعشرين ومع جوية تسعود ديالليل إيمان غادي تخرج من دارهم بوحدها وغادي تعلم وليدها باللي هي غادة تمشي تقديشي غارات غير هنا قريب وما غاداش تعطل ولكن إيمان دهز وقت طويل ومرجعات سنات هالأم ديالها تحل بب دارهم ودخل ولكن بدون جدوى وهنا فالعائلة ديالها تخلعوا عليها وخافوا لتكون طرات لها شي حاجات وما خلوا فين قلبوا عليها سولوا الجيران وحتى صحاباتها وفي اللول كل شي قال باللي ما عنده حتى شي خبار عليها إيمان خوتي من ذيك الليلة مشؤومة بغبرات وبحل الأرض تحلات وبلعاتها عائلة إيمان كانوكي اعتقدوا في اللول باللي السيدين كانعيات وتحقدات من ذاك الشي اللي طراليها وقرات أنها تبعدش شوية باش ترتاح غير هو الحاجة اللي ما تفهمتش لهم هو أنهم فاش كانوكي تصلوا بها في التليفون فهما ديما كانوكي يلقوه طافي وعليه فهمت وجه مباشرة للكوميسارية عند البوليس وداروا تماماك محضر بحث الفائدة متغيبة من أجل العائلة والبوليس بدورهم ما القاول إيمان حتى شي أعتار شائعات خوتي بدت كالدور في الدرب المنطقة اللي كان سكن فيها إيمان وهنا غادي كتر القيل والقال وعليها خرجات شي أخبار لقلبات الأوضاع رأسا على عاقب صحابات إيمان خوتي غادي يقولوا للولدة ديالها بأنها في ذاك النهار من اللي خرجات في الليلة فهي كانت على موعد مع محمد العسكري كانت مشات باش تلقى بيه حيث كان غادي غير يعطيها شي قدوات وترجع بالزربة لدارهم وباللي بالفعل مع تسعود دياللي لذاك النهار ومع وصلات إيمان عند محمد غدا تصور لهم وحت تصويرا وقالت لهم باللي هي كانت ديك ساعة معاها وبالتالي فمحمد العسكري كان هو آخر شخص شاف إيمان قبل ما تختافي ويغبر لي هالاتار إذن فمحمد هو اللي غدا يكون عارفها فين كينا وحتى فين مشات الأخت ديال إيمان كذلك تفكرات من اللي هاد الأخيرة كانت هدرات مع محمد العسكري آخر مرة في تليفون ديالها عبر تقنية الواتساب ومن اللي غدا ترجع ليه وقرات المحادثة اللي تراتم بين إيمان ومحمد فهي غدا تلاحظ باللي السيد بحل اللي كان كيساعف معاها بشكل مبالغ فيها وكان باغيها بأي طريقة تخرج وطلق معاها عائلة إيمان شكوف هاد اللحظة في محمد العسكري بالخصوص أنه من ذاك النهار اللي اختفت فيه إيمان ما بقى صفت لها احتشي مصاج وما بقاش عيط لها نهائيا عند خطار العائلة دي الإيمان تصل بمحمد وواجهوه بهذه المعطيات وسولوه على إيمان وهنا قال لهم اللي هي فعلا طلقت به ذاك النهار ولكن من بعد فهو وصلها حتى الحمتهم وكان متأكتد باللي رجعت لبطار ديالهم محمد العسكري فاشكملوا معاه العائلة دي الإيمان الاتصال فهو غادي جيب نفسه لعندهم والغريب في الأمر أنه حتى هو بدك يقلب معاهم عليها ما خلوا فين قلبه ولكن بدون جدوى سيدا غبرات دازد خوتي 11 يوم على الاختفاء ديالإيمان والعائلة ديالها ستنفذوا جميع الوسائل باش يقلبوا عليها بدون جدوى ولكن من بعد غادي خرجوا يحكيوا قصة بنتهم الوسائل الإعلام والسوشال ميديا الأم ديالإيمان عودات لهم كل شي وصرحات لهم بالشكوك اللي عندهم في محمد العسكري على أمل أن البوليس يدخلوا على الخط والقضية ديالبنتها تولي قضية رأي عامة ربما تكون شي نتيجة أو ربما إيمان تشوف الحالة اللي بصولها وليدها وتحن فيهم وتحن في بنياتها وترجع لدارهم بطبيعة الحال خوتي هذي الخرجة الإعلامية كل شي سق لها الخبار وعليه فالشرطة المغربية اللي تابع لها المنطقة في كانت كتسكن إيمان غادي تحركم اللي سمعوا الأقوال ديالأم إيمان واللي عبرات فيهم على الشكوك دياله في محمد العسكري وعليه فهم مشوا مباشرة وعلى الفور اعتاقلوا هذي الأخير وجابوه معهم الكوميسارية باعتباره هو آخر واحد شاف إيمان نجمي الموليس بدأوا التحقيقات مع محمد وأكد لهم هذي الأخير باللي هو بالفعل طلاقة مع إيمان في الليلة قل الإختفاء ديالها وعطاها شي كدوات على قبل بشترجع ليه ويتزوج بها ولكن غير بصلاحة الحضاج ديالليلة وهنا محمد قال لهم باللي هو والصلاح تلر سدربهم ومشى بحاله مبقى عرف عليها والو حتى تصلوا به عائلتها وقالوا لي على خبر الإختفاء ديالها محمد خوتي قال أقوال دياله بقام تشبت بيهم وما كانش على باله باللي المحققين من بعد مشاوحت البر ديال إيمان وكتاشفوا باللي معظم المحالات التجارية اللي تمكنوا مركبين كاميرات مراقبة في الواجهات ديالهم وبالفعل فالمحققين خداوا من عند هاد المحالات تسجيلات ديال الكاميرات وداروا ليهم معاينة دقيقة تسجيلات كان واضح فيهم باللي إيمان دياللي خرجات من دربهم ولكن البوليس يوم يقلبوا يعاودوا في الفيديوهات باش يشوفوا هاوش رجعات ولا لا وهناك تاشفوا باللي إيمان خرجات بدون رجعة وهاد شي كين في بالمرة الاعترافات ديال محمد العسكرين اللي قال لهم باللي هو ووصلها بيدو احتل دربهم وعليه فهو كان بالنسبة للبوليس مجرد كذاب ومضلل للعدالة عاودوا جابوه للإستنطاق وعمقوا معه البحث وواجهوه بحقيقة الإدعاءات الكادبة دياله محمد زير وعرف بلي البوليس ما قديش يتفك معاها وانهار لهم تماماكو أخيرا قرر أنه يعترف بالحقيقة الكاملة الحقيقة البشعة والمؤلمة ديال اختفاء الأم الشابة إيمان نجمي محمد غادي يقول المحققين بلي إيمان توفات وبلي هو ولي قتلها بيدو قال لهم بلي عيما يطلب فيها باش ترجع ليها ولكن هي كانت مقصها راسها وما بغاتش تنازل على القرار ديالها وهنا داز معاها الخطة التانية دياله بدك يحاول معاها تقبل تطلق معاه على برا ويهضروا على خطرهم في كل شي وقته هو كان تأكد بلي هي صافي مع مرها ما غدا تقبل تعيش معاها وهنا فمحمد غادي ياخد القرار باللي إيمان يتقول لي هي مع مرها ما غدا تكون لشي حد داخل من غير مقاكي يحاول معاها احتطحت لي فراس وفكرة السنسل اللي يذهب والحويج اللي قدر بالفعل يستدرجها بهم واختار الوقت المناسب واللي هو التسعود ديالليل وإيمان طاحت في الفخ ومشات عنده وداها الواحد المنطقة كيقولوا لها أي تقصو وهذا المنطقة كانت عبارة على خلو خفار لا طائرة يطير ولا سائرة يسير غاديش دات مماك وغادي بقي ضرب فيها ويفرشخ فيها مزيان حتى طاحت في الأرض وهنا وبلا رحمة وبلا شفقة غاديش بتجنوية وغادي دوسع لها من الوريد حتى الوريد خلاح تنزفات مزيان وروحها طلعات عاد هزل جوتة ديالها ورماها فوحد القناة ديال الصرف الصحي أو قادوس شرف الله قدركم ومن بعد غاديغطيها بشي قادرات كنفعيل لمكان وارجع المصرح الجريمة وغطى الدمايات اللي ينزلوا من الإيمان بالطراب وارجع هادي المجرم خلفه مع الطريق الدار وكأن شيئا لم يكن وصل الدار وغسل حالته وغسل حتى الجنوي اللي ارتاكب به الجريمة وبقاك يتسنحت عيطوليه العائلة ديالإيمان ومشا عندهم وبقاك يقلب معاهم عليها بلا حش ما بلا حياة وهو كيحاول الظاهر باللي هو وحته ومتأثر بالاختفاء ديالها ومخلوع عليها محمد خوتي اعتارف للمحققين بالتفاصيل ديال الجريمة اللي ارتاكبها في حق إيمان والمحققين بالفعل غادي انتقلوا معاها المصرح الجريمة وبالفعل قاول جتة ديالإيمان تماك في واحد الحالة جد متقدمة من التحلل درجة أنهم من لدة وهالمصلحة تطبق بالشرعي باش يتأكدوا من أسباب الوفاة ومن الهوية ديالها فحتى من العائلة ديالها ما غاديش يقدروا يتعرفوا عليها حيث لجوك تبقى تماك في داك العراء اكثر من 26 يوم وبالتالي فكان من الطبيعي أن المعالم الملامح ديالها غدت تبتل من بعد هذه الأحداث كان لأخوتي العزاز في البوليس غاديده محمد العسكري باش يديروا معاه إعادة تمتيل الجريمة في مصرح الحادثة وبالفعل فهو متلهم الطريقة اللي اقتل بها إيمان كيف مما قلنا من قبل ومن بعد هز الجتة ورماها في قادوس اعتقادا منه على أنه غاديفلت من العقاب وما عمرش حد ما غادي عقبه ويكتشف الجريمة البشعة اللي دار في الأم الشابة إيمان نجمي محمد العسكري اخوتي اعترفوا الجريمة في نظر القانون الجناء المغربي كانت مكتملة الأركان وعليها فملف القضية غادي وصل القضاء والحكم فيه أكيد غادي يكون بالإعدام مع وقف التنفيذ أو المؤبد وهذه اخوتي كانت قصة حقيقية فيها بزاف ديال العبر فارضوا بهلكم وما تديروش تقف اللي كان النفس أمارة بسوء خوتي العزاز والشيطان دائما كيزين للناس الأعمال القبيحة ديالهم فتخيلوا معايا كل راجل إيمان ما جابش دك العسكري الضار ودخله واسمح ليه أنه يشاركوا مكلته ويشوف حتى الزوجة دياله فأكيد ما كاش هاد شي كامل غادي وقع من الأصل ولنفترض خوتي قاع أن هاد سيد عرض على صحابه أو واحد من صحابه فوش كتشوفوا أنه بالضرورة كان خاص بي اللي همرته كان ممكن أنه يطلب منها توجد كل شي قبله وتحطوا لهم فوق الطابلة ومن بعد دخله وتسد عليها في بتاع لما ياخدوا الصحاب واجب ضيافة ديالهم ويمشيوا بحالهم ومرضنا ما عنده بس على أين بزاف ديال الظواهر المرضية والغريبة أخوتي العزاز اللي دخلات علينا في المجتمعات العربية المسلمة ديالنا واللي كتدمر في حرب بلا هواد القيم والتقافة والمبادئ ديال معظم الأسر وكتسبب في العديد من الجرائم البشعة واللا أخلاقية وعليها فهي كتساهم بشكل كبير في تفكك الروابط وفي خلق أجيال مع مرهما غدا تفيد المجتمع إيمان خوتي توفات بذيك الطريقة الوحشية والأسباب ديال الوفاة ديالها كانت متعددة من هالزوج ديالها اللي بطريقة غير مباشرة وبلا ما يقصد دخلها في طريق لا رجعت فيها وكذلك بسبابها احتى هي اللي مقدرات تقاوم إغراءات ذاك المجرم اللي قضالها على حياتها بالإضافة للحيلة القادرة اللي يستعملها هذا الأخير بش يستدرجها وتولي تبغيها ومن بعد يتخلى عليها وما يحاولش تيقدر التضحيات اللي دارت على قبله بل وكتر من هالشي صفاها ليها بأبشع الطرق إيمان خلات جوجبنيات ربي تولاهم ويكون معهم ومع الأم ديالها اللي بوحدها غادت تحمل التابعات ديالها الفاجعة وأخيرا نتمنى ومن ربي يرحم إيمان النجمي ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته بس نخوتي العزاز حتى الهنو سالات كانت مننا تديروا لايك إلا عجبكم الفيديو وتكتروا البارتاج واللي ما زال ما اشترك معنا في القناة فما عليه غير يضغط على زر الاشتراك تحت الفيديو ويفعل جرس بش دائما توصلوا بالجديد ديالنا دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته وإلى الملتقى بإذن الله